نرجم السادة المستمعين لبرنامج نهجة تريبيونال على إيافام والإنفوس هم رهيفة أنه البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقاع عصاد ما بنسبة لي ونزيد ونواسيهم أثناء الاستماع لبرنامج نهجة تريبيونال على إيافام ما يكونوش مسحوبين بالأطفال متاحهم نهجة تريبيونال على إيافام مرحبا بكم في الموسم الخامس من برنامج نهجة تريبيونال وقضية اليوم بشتزنا لبنان لبنان الأخضر كما غنات علي فيروس الوقاع عصاروا في أحدى قرى إقليم الخروب في فضاء الشوفية التابعة لمحافظة جبل لبنان مسرح الوقاع هي قرية اسمها كتير ماية وتبعد أربعين كيلومتر على بيروت معناها أربع دراج بالكرحبا والقرية هذه يتعايشوا فيها أغلب التواقف اللبنانية من مسلمين صنيين للشيعة للدرز للأورتوديكس للمسيحيين المارونيين وغيرهم القرية هذه آمنة ومعروفة بكثرة الأشجار من الخروب للزيتون للسنوبر سكانها بقاوة على تينتهم مزارعين ويستعملوا حتى لليوم طرق تقليدية في الفلاحة واللي يتعدى من هالقرية الجميلة ببناءات هالعتيقة يشمر وايح المرقوق والخروب اللي لحراير متاع اللبنان يعملوه معجون ومعاهم شذل أزهار اللي يعترم مفوحم القطار ووقت اللي ربيع يربع والدنيا تزهب للوان المواقع تتنصب في التبيعة تحت الأشجار متاع الأزور وتبات الدبكة للصباح هذا هو الإطار متاع قرية كيتر ماية الآمنة والساكتة والرايضة والمستكفية بروحها حتى لينجاء نهار 28 أفريل المشهود من عام 2010 نهار 28 أفريل بالتقويم الميلادي شهر أفريل وبالتحديد طاحي ومربعة وهالقرية تبدأ في العادة فارغة وأغلب الناس في الحقول وإلا في بيروت في خدمهم زززار من أصل مصري اسمه محمد مسلم خرج من عند الحجام ومشى لداره ما قعدش فيها برشة عمل دخلة وخرجة ومشى طول الجارو يوسف أبو مرعي رجل كبير عمره 78 سناء جار الساسكي ما يقولو بيناتهم 12 متر وإذا كان طارت معناها تفحيجة ويجيب أحداه هكا الشيباني يعني يوسف أبو مرعي كان قاعد على العتبة متعداره الناس بكريذينه قدام الباب ويبيع في تفاتف منه أبريكية تقدم دي بورتوكلية كلي حطو فيهم لمفاتح قصص صدوافر يعني دي كوبونجل وبرشق شاقش وشقاشق الحاصل ما هوش يبيع فيهم تيجارة ولا ناوي بش يسترزق منهم هكاكا بش يطير لق لق وفي نهاية الأمر قل لوانا ضربش يكهب عليه واحد ويشري من عنده حاجة المفيد هكا الززار محمد مسلم سلم عليها كشايب لكن هو ما مدلوش يده وما ردش عليه السلام مرحبا عم يوسف ازايك عامل ايه طيب ماشي عام الله يسامحك مش عايز تسلم علي الله يسامحك معناها واضح اللي هما متباغذين ورغم هيدا كالززار جعمز بجنبه على العتبة وبدأ يقلب فيها كالسلع علي على الكاردونة ومنها سئله كان عجبني ولاعة جميلة كده عندك كانت على رسمة مسدس قالوا مش عندك بريكية كما الفردي عم يوسف قالوا ما جبتياش خليتها في الدار واذا كان بيش تشريها خليني نقوم نمش نجيبها من غير ما اتعابني هكا الززار قالوا لا لا بيش نشريها برا جيبها الله يخليك انا عايزها كتير ومحتاجها لو سمحت هيا فين ولا جوا طيب الله يخليك امكي بهايلي لو سمحت خليك خليك قاعده طيب لهنا هكا الراجل الكبير يوسف ابو مرعي قام بالسيف بش يمشي للدار وكان تقريبا خطوة القدام والاخرى التالي ما حينوش وواضح انه هززار هذا محمد مسلم غير مرغوب فيه بالكل معناها بيناتهم خلاف عميق واحقاد كبيرة مختصر الاحديث ابو مرعي جاء داخل الدار والززار سألوا قالوا يا اخي ويني خالتي كوثر الداخل يقصد في مرت ابو مرعي وعلى فكرة عمرها تسعة وسبعين سناء هكا الشيباني قالوا ما زالتكي خرجت بش تجيب الخبز رح تجيب خبز اه طبعا زي طولة ولا جاية بسرعة لا جاي طبعا زي الززار كان يعرف اللي الكوشة بعيدة ويتزمع على اللقاء لنص ساعة ما بين ماشي وجاي وكوثر هذي كما قلنا لكم امرأة كبيرة واتددش تحبلها ساعة وخلف هذة كان يعرف ان وراناة بنتك الراجل الكبير ابو مرعي امتلق عندها مدة تقري في المدرسة متاع البلدة وبناتها الاثنين يعني امينة اللي عمرها تسعة سنين وزينب اللي عمرها سبعة سنين يقرأوا في مدرسة اخرى هاو كتجيبهم الكار او اللعشية وباش ما نطولوهاش وهي قصيرة محمد مسلم الززار كان راس وراسها كالشايب في تواتر هالأحداث وفي نفس الإطار ابو مرعي يعني كالراجل الكبير دوب ما حد ساقه في داره يمشي وراها على تراتش اسوابه وباش مايفيقش بيه ودوب ما كالراجل الكبير اتخل البيت النوم محمد مسلم اش بدت سكينه من حزامه واكيد راكم ما فهمتوا علاش بعد مرجع من الحجام فيسع ما تخل وخرج لداره معناها هز السكينة مخصر الاحديث يوسف ابو مرعي سقيفته طويلة يعني ما يسمعش بالكذاه وما فيقب حتى شيء وهكا الززار يابت عليه بتاعنا في ظهره حتى لين السكينة خرجت من صدره ابو مرعي المسكينة تخده بحرارة الروح حبي شد في حاجة ومتاحش لكن هكا الززار جبد منه السكينة وتخلى عليه بتاعنات في صدره التعنى في جرة اختها وهكا الشاي باقي بحرارة الروح يحب يدافع على روحه وعرض يديه لكن ما نجمشي واجهك تكمل هايرم تاع الدغارات اللي تلقاها في البرايس الكل الدم فيعم البدنه الكل ومنها تبتح في القاعة وغرق في دمه ولهنا يلزمكم تعرفوا انه هكا الراجل الكبير تلقى 16 تعنى ثمانية منهم جوا في قلبه والباخي ما بين يديه وصدره وظهره في تسلسل هالأحداث اكيد ركم تتساءلوا علاشك الززار اقتل جاره ابو مرعي السؤال هذا هو جايكم اجوابه لكن اللي اهم منه علاشك الززار بعد ما اقتلك الراجل الكبير ابقى يستنى فيش كون يستنى في العزوزة كوثر وما تعديتش مدة طويلة واسمحها كيجات وتعيت من الباب على يوسف رجلها باش يعاونها ويهز معها القضية وبطبيعة الحال وقت اللي ما سمعت حتى جواب دخلت وما شافتش هكذا الززار محمد مسلم اللي مبنبر على بنك في بيت لقعات يستنى فيها بالسكينة هيا دخلت للكوجينة وباقيت مادية على رجلها يوسف وهكا الززار جاهها من تالي واغدرها كما اغدر رجلها اعطاها تعنى في ظهارها على قوة قوته ومخلالها حتى فرصة نفورة دم خرجت منها وهكا الكولوار واللواد أعمر المسكينة من قوة الضربة بقى فمها محلول وما تنجمش حتى تتنفس وتاحت بالوقت هكا الززار برك عليها من تالي وارشق لها السكينة في رقبتها ومن غير ما ندخل في التفاصيل وش نوال يعمل لها في نفس هالإطار متع الوقايع هكا الززار بعد ما اقتل لك الراجل الكبير يوسف أبو مرعي كمل اقتل ومرته بنفس الطريقة وصد لها حداش نطعنا وارجعت بمبر في هكا البنك والسكينة بتاعوا في يده يقول القايل فاش مازال يستنى زعمة في رانا أم هكا الزوية زبنيات اللي يقتل لهم عزيزهم ومماتهم ممكن ياسر لكن في الوقت هذكا بالذات هكا الزوز بنيات يعني أمينة وزينة ببنات رولة الكار حطتهم قدام باب دارهم وهبتوا الاثنين فرحانين ودخلوا بش يمشيوا طول الكوجينة يأكلوا حويجة لكن هما دوب مع عطب ودار من هنا وكالززار اختفوا ومتلهوث عليهم كالقارنية بداوشي لاثنين يسيحوا خايفين وهو سكر الباب وحط أمينة في القاعة بجنب باب بيث البانو ونزل عليها بظهرها بركبته وأختها زينب شاددها بيده لغرة وبهاك السكينة تخلى عليها بالتعن كي إبرة المكينة ومن غير ما ندخلوا في التفاصيل اللي قام بيها هكا الوحش الآدمي وكما تعرفوا هو ززار بعد ما قتل زينب دار الأخت هأمينة اللي المسكينة حبت الدافع على روحها لكن هكا الوحش ما خليلها حتى فرصة أهبطت عليها بالسكينة ووقت اللي عرضت يديها وكفوفها تنقبو ومن غير ما ندخلوا في التفاصيل اللي قام بيها هكا الززار في أخت زينب الوقايع اللي سمعتوهم أو بالأحرى المجزرة اللي صارت في هكا الدار يحجز اللسان على وصفها لكن يقول القائلة علاش هذا الكل؟ إذا لغراض بين الكبار أش مدخل هكا الصغار ملايك اللي عملت يديهم ولسقيهم علاش عزيزهم ومماتهم ملقاوا هكا المصير وش نية اللي خلى هكا الززار واللي هو جار السيس يقدم على جريمة بالحجم هذا زعم انتقام وإذا كان انتقام منش كون وعلاش؟ نقاط الاستفهام كثيرة ومتعدة وما هوش هو اللي بيش يجاوب عليهم لأنه بعد ما كملك المصدر متاعه البشعة بداية سلوس ويثبت فماشي حد في الشارع ومنها خرج وبالظهر متاعه ما فيق بيه حتى حد خاصة وأنه الدار متعجيران اللي مقابلته يحضروا في عرص وبالتالي كالزغريت والغناء وكالحسم الصباح بداء وهذاك علاش حتى حد ما اسمع صوتك البنيات الصغار وقتل يساحو وباش ما نفوتوكم مش بالحديث اقبل ما كالزرزار يخرج مدار اغسل لك السكينة متاعه في الكوجينة من بعد نحس وريتو اللي ملطخة بالدم لفها كالسكينة وحشيها تحت مريول الخلعة وشد الحيت الحيتو في سعمة الزرف اللارو موني زينة في المرحلة هذي من القضية رانا اللي تخدم معلمة يعني أم لبنات زينب وامينة رجعت من المكتب اللي تقري فيه ودوب ما وصلوا تقدام باب الدار لقاتوا مسكر مللوه البقات مستغربة على خاطر مستانس ديما محلول وما يسكروا حد من بعد حاولت بش تحلو لكن ما نجمتش وتعرف انه مفتاح الباب البراني موجود في محبس من المحبس اللي موجودين في الجنينة وبزهرها حتى من باب الجنينة لقاتوا مسكر لهنا بدأت تنادي لبناتها على اساس انه مصلوا للدار وتعرف انه الكار اكيد تعديت وهبطتهم ناديتهم بساميهم مجاوبها حد لا امينة لزينب ناديت على ابوها يوسف كيف كيف امها كوثر لا جواب ولا حياتها لمن تنادي ابقت تتساءل شنية هالحكاية ومنها جبت تليفونها وبدا تطلب في تليفون القار تليفون بوها تليفون امها تليفون بناتها لكن حتى واحد ما جاوبها وقتها دخلت بعضها والافكار لمشوما بدأت تدور في مخها ماهيم ز Isnin Ainda لو سمحت بقى عادة ان wir dod вли المفتاح بالذريعة ودخلت الان دار الفرح المقابلة وخرجت زوز من جيرانه ومن المفاهمتهم فى نصب وصل كازيتا في نفسها الإطار الدامي والدرامي هكا القرية الكلها سمعت بالخبر وتقل بتسفليها على عليها الناس تصبت في دار أبو مرعي بالمئات قرية كاملة جات ومبقى حتى واحد في داره وحظبة هي بيضها تلمت والصدمة كانت كبيرة على الناس الكل الأسألة هي بيضها كما سبقوا قلنا لكم علاش عائلة كاملة قتلة بك الفضاعة هذيك وشكونوا الوحش اللي قتل المرأة كبيرة وراجل كبير مسنين وزوز بنيات في عمر الظهور وعلاش قام بالفعل الشنيعة هذيك شنو الدافع هذم هما الأسألة اللي بقاوا يتكروا نارتها في جو قاتم بالحزن عمره ما صار في كتير ماية والغضب والأحساس بالنقمة على مقترفها الجرائم كان باين على وجوه الناس الكل في تسلسل هالأحداث الأمنيين خلطوا وعاينوا ساحة الجريمة واخذاوا البصامات وهكا الجثثم طاعة الضحايا بعثوهم للتب الشرعي على أمل أنه المجرم ينجم يكون خلى بعض الأثار عليهم كما الحامض النووي يمتعه وإلا بصاماته وبالتوازي مع عملية التشريح وفي امتظار تقرير التب الشرعي قوة الحرس قامت بالتحريات امتاحها وعملوا بحث جوار ولهنا الأمنيين جيهم أخبر يقول أنه آخر واحد شافوه مع يوسف أبو مرعي قبل ما نجي بنت ورانا هو الزرزار محمد مسلم وهذا يأكدوها عدة شهود لكن هو يعني الجاني كان يتصور اللي ما شافه حتى حد الحرس بعد المعلومة هذه بالوقت مشاولوا للحن وتمتعه وخرجوهم سلسل وهزوه للمركز وهو يسيح ما عملت شيء وفي الوقت اللي بدأوا يستندقوا فيه بعثوا أعوان لداره بشيفة شوها وفي سع ملقاوها كالسورية الملطخة بالدم والسكينة ملفوفة فيها محمد بن سليم مسلم مصري الجنسية المهنة قذر بمسلخ يا باش موليد 72 يا باش محمد في مؤشرات بتدل علىك قاتل أربع أشخاص طفلتان آمنة وزينة ويوسف بمرعي وكوسر مش مظبوط يا باش الكلام ده مش مظبوط أبدا أبدا أنا ما عملت سلم ده عندي معطيات وشهود بتدل أنك أنت آخر واحد طلعت من بات يوسف بمرعي مش مظبوط يا باش لأن أنا مخصر لحديث وقت اللي قالولو أنتي اللي قتلت أبو مرعي ومرت وحفيدات والاثنين انكر جملة وتفصيلا قالولو مفيش فايدة في الانكار رانا القينا السكينة متاعك وصوريتك اللي بتدمم تعد ضحايا في دارك والتحليل متعلديان بش يكشف أنه أنت القاتل محمد نحن دهمنا بيتك قبل من داهمك مطرح عملك لقينا سكين وبعض نتيابك عليهم أصار دم حملنا بحصات الدعناي وبيّن تورطات بمعطل الطفلتان والست والجد ولهنا محمد أبو مسلم جزار الفهم اللي ما عاد عنده فين يهرب واعترف واحكا لهم الحكاية من أليفها إلى يائها لكن الحاجة الوحيدة اللي ما قالهاش وتمسك أنه ما يفصحش بها هي الدافع يعني دافع القتل قالولو عليش قتلتهم محمد أبو مسلم جزار ماعطاهم حتى تفسير بالعكس حاب يهمهم اللي هو يشكي من افترابات نفسية وهي اللي دفعته للقتل ورغم كل المحاولات والضغوطات متع الحرس ما حاب يقول شي وميلف الإيدانة باش يتعدى من غير دافع لكن الجرائم بتبعط الحال ثابت عليه وهو اعترف بهم بدك تعترف حاج تراوغ وتكذب أحمد أحكي إيه سعط البشي عايزني أحكي إيه أحكي تفضل فيها المرحلة هادم القضية يلزمكم قبل كل شي تتعرفوا على محمد مسلم هذا الراجل كما سبقوا قلنا لكم جنسيته مصرية لكن إيش مجيبوا لبنان وتخلى لها حارق في أواخر 2008 وفي الحقيقة هي حارقة هي هربة من العدالة المصرية لأنه حسب اللي تقال مشتبه فيه في جريمة قتل وقبلها عنده زو السوابق لكن ما هوش هذا السبب الوحيد اللي خلاه يختار لبنان بشهر بلها محمد مسلم الززار هذا طلعت أمه تعيش غادي في لبنان طلقت بوه المصري عام 1973 وتعرفت على لبناني اسمه رياضه ورابي عرست به وجابت منه زوز صغار ومع عودتش رجعت المصر وفي نهار من نهارها تفاجأت بولدها محمد مسلم جاهة وعرفت اللي هو هارب من العدالة المصرية وكيما كل أم خبتوا حتى لين بردت الحكاية وباش ما نطولوش عليكم بحديث اتصدمت وقت اللي سمعت به قام بك الجريمة الربعية يعني اقتل لك الراجل الكبير ومرته وزاد لحق عليها حفاده لبنانة الاثنين وعلى فكرة هالعائلة اللي في نهار جزار هي عائلة هادئة ومسالمة والأهالي الكل يحترموها ويحبوها والأم ما فهمتش علاش ولدها أقدم على فعلك من هذيك وما القاتلها حتى تفسير فيها الحقبة هالي بالقضية وبعد اعتراف محمد مسلم بما نسب إليه في الجريمة هزوه لدارة ضحية يوسف أبو مرعي باش يقوم بروكونستيتيوشيون يعني إعادة تجسيد الجريمة الربعية اللي قام بها كرهبت الحرس اللي هزوه فيها زوزعوين وصلت للحومة اللي فيها دار الجريمة الأهالي كانوا يستنوا فيهم وموش عشرة أنفار ولا عشرين كرهبت الخمسمائة واحد ما بين ولاد قرية كتير مايا والقرى المحيطة بيها الناس جايوا عاريوا لابس والحرس مشافي بالهم اللي هما جايوا فقط باش يتيبوا إعادة تجسيد الجرائم لكن حسابات الأمنيين طلعت غالطة لأنه هكا الجمعة الغفير جايوا باش يتفرجوا في محمد مسلم الجزار ودوب ما هبتوهم الكرهب هكا الجنوع هجموا عليه وفكوهم الحرس اللي منجم يعمل حتى شيء يقول القائلة علاش باش يعملوا للموتوغراف لأ هكا الحرس حاولوا باش يحميوا المجرم الجزار لكن كلاوا على مرمتهم يعني يشبعوا فيهم ضرب وكل مربوط تفك لهم من يديهم والناس دخلوا في سينة أخرى واللعيات والسياح وهوتوف ودعوة للانتقام مخصر الحديث فوضى عارمة وما عاد تفرس شيء مشهد مروع انتع فانديكت بوبيولير معناها انتقام شعبي أو انتقام الغوغاء أو الفونديتة اللي عند المافيا وهي الأخذ بالثقر مخصر الأحديث الشي اللي بش يصير لبنان عمرها مع شتو حتى في أحلق فترات الحرب الأهلية في تواتر هالأحداث وفي نفس الإطار متع الغضب الشعبي خمسة ميات واحد أو أكثر انقذوا عليك الجزار محمد مسلم وكلاوه بالضرب بونيا مشتة عنقية كفوف وكيما يقولوا يقطع اليد اللي ما ضربتش ومن بعد الشي حراش رفسوه رفسان قفسوه تخفيس وبالكون فينقزوا فوقه حتى لي نبزيزوا طلع وقريب كرشوتة فلق الحاصل كل واحد اش عمللوه اللي يجبدلو فصوص عينيه واللي قسلو عضو الذكري وما ندخلوش في التفاصيل لأنه الشي اللي صار له أكثر من اللي صار لابن المقفع ويوسف صاحب التابعة لمثله به تمثيل مخصر الأحديث حلقوا منه ما تبقى في بوتو عبرة لمن يعتبر وهكا الجو انتع الفوضى بقامة واسل حتى الآخر النهار ومجال حرس لمدفرقة الحذبة البلدة الهانئة في إقليم الخبوب والتي ارتوت بدماء أبنائها الأربع الذين قتلوا طعنا على يد أحد الموترين أمس شهدت لوثة دموية جنونية اليوم أيضا عندما هاجم أبناؤها القاتل الموقوف لدى قوى الأمن وقتلوه فاردين للمرة الأولى منذ الحرب عدالة الشارع السريعة على عدالة الدولة في المرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أنها الحادثة صدمت لبنان بكلها وشعرها لخلف حادث ديبلوماسي ما بين مصر ولبنان وحتى الرئيس ميشيل عون اطلب وقتها حسني مبارك بش يعتذر له وهكا الضباط متع الحرس اللي استهانوا بالأهالي وما هزوش معهم ما يكفي من الأعوان بش يحميوا المتهم تم عقابهم على خاطر هما المسؤولين على الانزلاق اللي صار المفيد أنواك الجزار محمد مسلم كلها في عظامه والوحشية متعود جابهة بوحشية أخرى أقوى منها متع وصول جاهلية ومنعدمة فيها الحضارة والرحمة والرفق والحنان فيها الحقبة هذه من القضية قوات الحرس ما كان قدامهم إلا حد واحد بيش على الأقل يستعيدوا لهيبا متعهم بعد اللي صار ويلزمهم يفهموا علاشا كالجزار اقتل عائلة أبو مرعي ومن هنا بيشتبدأ التحريات الجدية واللي استعان فيها الحرس بالمخبرين وبتباعة الحال وبفضلك المبلغين الحرس بدأوا يكتشفوا تدريجيا في الخيوط الحقيقية للجريمة وهي جايدكم التفاصيل الأسباب والمسبات متع هالجريمة البشعة بيش تخلي المحقين مذهولين لكن ضربة الحظ هي اللي بيش تخلي الحقيقة تظهر شو صالي سيدنا بالنصف للمحمد المسلم المصري في دعوة مادة ما يتطوع عنا بالمخفر من قبل البت فيش ابوها بتحول حول الحول بتحبن استدعية أكيد استدعوها عليش ما تقولش أنه واحد من المفاجين المكلفين بهالقضية وهو يراجع ويثبت في الملف متع الادعاء وطاح بمعلومة منتباه لها حتى واحد من الحرس هالمعلومة هذي تخص شكوة قدمت بها مراه ادعاة أنه الجزار هذا محمد مسلم اختصب بلها بنتها ومن بعد أسقطت الدعوة متاحة المفاتش هذا ظهرت له الحكاية فيها واهو ووقتها قام باستدعاه المراه هذي باش يستجوبها ويشوف شنية الحكاية معنى عليش قدمت دعوة في اختصاب بنتها ومش شوية ومن بعد أسقطتها شنوه ما يخدع رشوة مختصر لحديث أشكوة تطلعها المراه ليقدمت شكاية بكار جزار محمد مسلم وتهمته باقتصاب بنتها جميلة هي بدرية أبو مرعي وأكيد اللقب مرعي يفكركم بحاجة بكل بساطة هي بنت خو يوسف أبو مرعي اللي تم قتله في أول القضية هيكا الرجل الكبير ويبيع في البريكيات وغيرهم معناها عمها بالفم والملاء لهنا أكيد راكم تتساءلوا شنية هالخوذة ولذا نمشيوا واحدة واحدة باش تفهموا الحكاية بدرية أبو مرعي كما قلنا لكم هي بنت خو يوسف أبو مرعي معناها عمها وراجلها اللي اسمه ظاهر موجود في الحبس ومحكوم بخمستاشن سنة على خاطره اقتلخوه اشقيقه من أمه وبوه قتله علش على مشكلة متاع فلوس ومش هذا برك السيد هذا يعني راجل بدرية اغتصب بنته اسمها رولا لكن بدرية مش كاتش به على خاطر واحد متوحش والرحمة له وينجم يقتلها في أي لحظة ذا يحسب كلامها المسألة هذه يعرفوها الأهالي متاع كثير ماية انت شو علاقتك محمد مسلم المصر الجنسية اللي قتل عيلة عمك يوسف مين بيكون؟ ما خصني فيه؟ بعدين شعب تسألني سيدنا؟ انت كنت رافع عليه دعوة انه اختصت بنتك ورجعت سحبتيا والدعوة بعد عنها كيف ما بتعرفيه؟ وليهنا وقت اللي المفتش استدعى بدرية واستجوبها وقال لها شنية علاقتك بمحمد مسلم الجزار قالت له لي هي ما عندها بي حتى علاقة وإنما مرة اعتدالها على بنتها وهي جاتش كات بيه ومن بعد سامحته على خاطر أمه وجات لحلحت بيها وخافت لا يرحلوه المصر المفتش زاد اسئلها قال لها هالجزار هذا مش يسكن معاك فرد بلاس؟ قالت له ايه؟ ايه مضبوط قصة عديمي سيدنا هاي قصة عديمي والسؤال متاع البحاث ما كانش بريب الكل على خاطر جاته معلومة دقيقة على علاقة خناه ما بين الزازار وبدرية المعلومات ما يعرفوها كان قلة قليلة جدا من أهالي هكا القرية وشكون أكثر واحد عنده علم بالحكاية هذي متاع بدرية ما نسقوش لحداث يوسف أبو مرعي يعني عم بدرية كان في باله بلي حتى حد ما في باله بيه يعرف الشقيقة وارقيقة على بنت خوه يعني بدرية ويعرف رجلها اللي اسمه ظاهر من قبل ما ياخذها وكان صاحب سوابق وشريمة متاع بلاه ووحش ظاري لعهد لميثاق وكما حكينا لكم حتى بنته ما سلمتش منه ويمكن راهو ع تهديه على ابنته والاثنين أما الاخبار مخرش ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه يوسف أبو مرعي ما كانش بالكل موافق أنه بنت خوه تاخه ظاهر هذا لأنه انهار في الحبس وساعه لبرى مختصر لحديث بدرية هذي تحرفت على محمد مسلم الزهزار دوب محرق من مصر لبنان وجايز كون بحديهم في البلاس ولهنا هكا المفتش البحاث وقت اللي يسئل بدرية وقال لها اللي هو عنده معلومات على وجود علاقة خناه بينه وبينه نكرت جملة وتفصيلا وقالت اللي هو غرر لها ببنتها وتفاضى بها نهار وهزها للشق قمتاعه على أساس قال لها بش يعطيها قضية هزها لومها وفي الواقع كان ناوي بش يختصبها وهذاك هو اللي صار المفتش زاد قال لها علاش سحبت الشكوى متاعك بدرية سكتت لكن حسب التقاسيات والمبلغين سحبت الشكوى متاعها لخاطر كانت على علاقة مع محمد مسلم وكان بالحق عشيقها ويبات ويصبح بحدها ويوسف أبو مرعي عمها في باله بالشي هذا ورغم اللي الحكاية صايرة في السكريتو اسبق أنه الشاي بنبه على بنت خوه وقال لها لو كانت استمر أمورك معها الززار هذا محمد مسلم أراني بش نمشي الراجلك في الحبس بالذمة ونحكيله على كل شي في تسلسل هالموضوع متاع بدرية يلزمكم تعرفوا اللي هي ما كانش فقط على علاقة مع محمد مسلم وإنما كانت مومس وبيعت هوا ورياح وهكا البلاس اللي تسكن فيه قلبته بالعواصف والزوابع معناها تطعات في الدعارة وما تتقلقش بالكل وقت اللي تدخل الرجال تبيتهم بحدها بحضور بناتها وبتبيعة الحالم دخلتهم وهمش بش يقطعوا معها لحلالم هالشي هذا يعرفوا عمها يوسف أبو مرعي وكان مستعد بش يقولوا رجالها في الحبس من غير ما نذكروا لكم مش ينجم يعمل وقت اللي يسمعها الأخبار هذا يوسف أبو مرعي يعني يا عم بدرية ما اكتفاش بالتنبيه على بنتقوها كهو زاد نبه على محمد مسلم الززار وصارت بيناتهم برشة مناوشات كلامية وهدوا أنه بشيفش السر متع الاختصاب اللي صار على جميلة بنت بدرية وقالوا مش على خاطر أمها صاحبة الدعوة الاعتداء صار وباش نقول كل شي راجلها ظهر وباش ما نفوتوكمش بالاحديث هذا الززار هذا حب يعرس بك التفلة جميلة اللي اختصبها زعمة زعمة يصلح في الغلطة نطيعو لكن الأدى والأمر يحب ياخدها كالتفلة وفي نفس الوقت يبقى عشيق أمها ولهنان خليوكم تسلكوها الكبة المخبلة وحدكم في المرحلة هذي يلزمكم تعرفوا أنه الحرص متع قرية كتير ماية كانوا على علم أنه الاخبار ما يخرش من السكان بسهولة لأنه الأهلي ما يحبوش الفضايح وبرشة حاجات ما سكوت عنها كما في كل البيئات العربية المغلقة على نفسها ها هو كيسير العجب وما تسمع حتى شيء لكن ملخص لحديث أنه هالمجزرة اللي صارت وحسب الحرص فيها تحريض معناها حتى يديهم على الدافع اللي خلى محمد مسلم يقتل عيلة أبو مرعي والدافع هذا وراه بدرية معناها هي اللي حرضته على قتل عمها وسبب كما فهمته خوفها من أنه عمها يمشي يشكي بها الرجل وهو في العبس وكي يخرج بش ينتقم منها وربما يبعث لها شكون ينتقم منها وهو الداخل شوف كيف بدك تتخلص من عم يوسف المحقين زادوا استدعاء وعشرات الشهود بما فيهم خو محمد مسلم وأمه ووقت اللي ضغطوا عليهم في الاستجوابات بش يعطيوا الرسمي قالوا أنه بدرية هي اللي حرضت ولده محمد مسلم الجزار على أبو مرعي يعني عمها بش ما يشكيش الرجلها وثمش كون أحضر في مشادة كلامية ما بين يوسف عم بدرية ومحمد مسلم الجزار وسمعوه كيف يشهدوا بش يمشي للحبس ويشكي بيه الظاهر رجل بدرية في إطار هالتقاسي والأبحاث والاستنطاق بدرية مسكت بالإنكار وقالت خطيها لكن وقت اللي تعديت قدام المدعي العامة بتاع جبل لبنان وواجهها بالشاهدات متع أهالي كتر معي ملقات ما تقول أما ما استعرفتش وشدت في الإنكار وهذا ممنعش أنه ملف الإدانة اتحول للمحكمة بتهمة التحريض على القتل في نهايتها القضية وفي المحاكمة النيابة العمومية طلبت عقوبة الإعدام على بدرية واعتبرتها مذنبة أكثر من منفذ الجرائم يعني محمد مسلم الجزار والقادي لسمعها والعطاء همية للدفاع وربما ماذا به لو كان حكم عليها بالسجن مدى الحياة نظرا للهول الجريمة وبشاعة مخلفتها وما أحدثته من أنزلقات خطيرة كيما الأعدام الشعبي ليصار المحمد مسلم الجزار حكم باسم الشعب اللبناني بدرية في نهاية الأمر بش يتم الحكم عليها ب15 سنة حبس وإذا دافع الجريمة تعرف ابقى استفهام كبير وحتى حد ما لقالوا إجابة علاش محمد مسلم كالجزار ما كتفيش بقتل أبو مرعي علاش بقى يستنى في مرتوحة في داتو الاثنين واختلهم وكان ينجم يخرج من دار قبل ما تجي كوثر ويجنب هكا القرية مجزرة ماهيش في حاجة لها نهجة ريبيونال قضية اليوم نص عماد بن حنيدة على إيثان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر